إلا ثمانية عشر لكنها لم تزل يوم بعد يوم الحياة ورثها الذبول المصائب التي وقعت عليها وهي تصف لنا هذه المصائب صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا بقيت يوما بعد يوم معصبة الرأس منحولة الجسمية وما برحت من بعد حامي ذمارها معصبة رأسا ومنهدة ركنا إلى مثل هذا اليوم قبل ليلة من وفاتها يا إخواني وإذا هذه المرأة التي ألمت بها المصائب سقط الجنين وكسر الظلع ووجؤها في جنبها ولطمها على خدها وحمرار عينها وإذا بها تقوم بخدمة البيت ساعات صحوة قبل الموت تقسل أبناءها تقسل رؤوسهم تقسل ثيابهم يدخل عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الحمد لله يا ابنة رسول الله تشافيتها ظهر عليك ماذا الصح والعافية قالت ما أسرح لحاقي ما أسرح لحاقي بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما الذي رأيت قال رأي قالت رأيت أبي في النام شكوت إليه ما أنا فيه فقال ابني فاطمة بعد ليلة تكونين معنا لهذا يا علي يوصيك بوصى يحفظها ونفذها قال لها قولي ستجديني إن شاء الله أقدم أمرك على أمري قالت إذا أنا ميت فلا تنزعني ثيابي ولهذا يقال بأنه أجرى عليها الماء كما أجرى على رسول الله صلى الله عليه وآله والثياب عليها فإني طاهرة مطهرة ثم قالت يا علي اصنع لي نحشا رأيت الملائكة قد صوروا صورة ثم قالت يا علي إذا أنا ميت فتزوج بابنة أختي أمامك فإنها تكون لولدي أو لولدي مثلي وأوصيك بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ضمها إلى صدرة وهو يقول بلسان الحالي الزايد عليك اليوم يا زهرة يا زهرة الزايد عليك اليوم يا زهرة بطلي ونين اجذاب قالوا بلا تون يوم الحسن بطل الونين وجاعوا بيني وشوقوا في أولادي ايش بالبواجم ذوا بيني صاحت يا حيد عارف الرقى وبينك وبيني وداعت اللمشة أفرع عنك يا بحشة من هالبرض ما شوف يا حيد أرسله الزواج عقب عيني يا بحشين بأمام وبش الله عقاب عيني بحلي تام سكن خواطرها منشف دمعة بعد ودفني ليلا إذا نامت العيون وأهدت الأبصار يا ري واجمع أصحابيك بعد موت وجهزوا واجمع أصحابيك بعد موت وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنون وإلا كشروا وضلعي يا يوم الباب أحشر لا يحضرون جنازتي يمشي دد ما قصروا يا مرتضى كسروا واغلوا لليوم من ضرب الرجيس الرجيس ما نشف تدمو لليوم من ضرب الرجيس ما سكن بعدي على المختار ما نشفت ما نشفت دمو قبله ولا طمني ولا اختشى منك يا بحشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة